نعم زملائي ومتابعي برنامجنا العربي بيت للكل ونحن نتواجد في أروقة شبكة الإعلام العراقي وفي مكسر إخراج البرنامج الصباحي لقناة العراقية العامة مع الزملاء في الإعداد والإخراج والسي جي وكل من يتواجد في إنتاج هذا البرنامج الصباحي الكبير الحقيقة الأمنيات واحدة هي للشعوب العربية من خلال برنامجنا الأمنيات تكون الأمان والسلام حاضر ونتأمل بأن يكون العام المقبل هو عام مستقر لكل البلدان وأيضا هذه المحبة ورسال والمسيجات المهمة لبلداننا العربية والأخوة والمصير المشترك بين البلدان العربية سوف نتحدث مع الزملاء الإعلاميين من خلال برنامجنا العربي بيت للكل وننظر إلى أمنياتهم وتطلعاتهم إلى المستقبل الجديد سوف نلتقي بمخرج البرنامج الصباحي الزميل أحمد أمجد نقول لك صباح الخير يا أحمد ناخذ من وقتك شوي أهلا زميل أحمد طبعا كل عام حضرتك وجميع زملائي بألف خير تمنياتي لشاب العراقي وجميع الشعوب العربية بالدوام الصحة والعافية وإن شاء الله القادم أجمل للجميع الأمنيات على الصعيد الشخصي بما أنه أنت مخرج للبرنامج الصباحي ومخرج للعديد من البرامج اللي في قناتنا ما هي الأمنيات على الصعيد المهني؟ إن شاء الله توفيق للجميع ومن تطور إلى تطور أكثر إن شاء الله نحن مريد نعطلك أكثر من وقت لأن تعرف المكسر والزملاء أيضا متواجدين في الستوديو أيضا زملائي زميلتنا هدى سامير هي معدة البرنامج والفقرة الخاصة بقراءة الصحف المحلية والعالمية أيضا الماشيتات والعناوين تختلف باستقبال العام الجديد نقول مساء الخير عليك يا ست هدى مساء النور كل عام أنت بخير كل عام وشعبنا العراقي بأريف خير والوطن العربي نتمنى أن تكون سنة سعيدة وننسى اللي راح وإن شاء الله نستقبلها بالأفراح والسعادة يا ربي كنا نكون سعيدين هسا وبعد سنين جاية يا ربي وإن شاء الله ما نشوف أي شيء غير مفرح على الصعيد المهني بما أن هذه الفقرة فقرة الصحفية من الفقرات المهمة بالنسبة لكل البلدان العربية تتصدر العناوين والماشيتات والأخبار التي تكون في بعض الأحيان محزنة ولبعض الأحيان تكون سارة ما هو العنوان اللي تتمني بأن يكون في عام 2023؟ والله أتمنى أنه العراق يصير أكثر بلد آمن بالعالم إن شاء الله يا ربي ودائما يعني إحنا من نتاول العناوين والأخبار يعني كل شيء نشوفه من خلال هذا البرنامج إحنا طبعا نتمنى القناة العراقية والقنوات البقية اللي موجودة عندنا نتمنى دائما تتألق من بين القنوات الموجودة بالوطن العربي والعالم كله إن شاء الله أيضا إحنا من ننسى بأن أخوتنا المسيحيين شركائنا بالأوطان في العراق، الأردن، فلسطين وكل البلدان العربية، المصير الواحد المشترك هذا النسيج الذي يكون البلدان العربية على صعيد العراق وباقي البلدان أيضا تمنياتنا لهم بأن يكون عام سعيد وتكون أفراح ومسارات طبعا يعني أنا هواي عندي أصدقاء ومسيحيين أقدم لهم التهاني والتبركات ويا رب يكونون سعيدين كلهم يكونون سعيدين بالوطن العربي والعالم وكل عام أنتوا بخير وسنة سعيدة شكرا لك وإن شاء الله تمنياتنا بالتوفيق وعام مقبل يكون سعيد عالية وعلى العائلة وأيضا على الصعيد المهني وباقي الزملاء شكرا إن شاء الله كل عام زملائي بقى لبخير شكرا لك أحمد تسلام أيضا زملائي مستمرين في هذه حقيقة الاستطلاع هذا الاستطلاع سوف أيضا نقتحم السوديو الخاص بالبرنامج الصباحي مع الزملاء مقدمين البرنامج الصباحي اليوم متواد زميلتنا زينب صباح وزميلنا أيضا عاد الجبار وفي قراءة الصحف الزميل مهر عدنان سوف نأخذ بعض أمنياتهم في العام الجديد خلينا مستمرين نعم زملائي مستمرين في برنامجنا العربي بيت للكل تواجدنا في استوديو البرنامج الصباحي الصباح الخير يا عراق من أروغة قناة العراقية العامة حقيقة الأمنيات واحدة لزملائنا الإعلاميين مثل ما قلت لكم اقتحمنا الاستوديو في دقائق ولحظات بما أنهم ما عادهم فاصل راح نتعرف على أمنياتهم بالعام الجديد وأيضا تهنيهم وتبركاتهم وكل أحلامهم وطموحاتهم خلينا السيدات أولا قبل ما تزعل زميلتنا زينب صباح مساء الورد عليك يا أحمد نتمنى لك سنة سعيدة إن شاء الله من خلال هذا البرنامج اللي يعرض على البلدان العربية الأمنيات أيضا للأخوة المسيحيين شركاءنا بالوطن وكل العالم طبعا كبداية السنة جديدة نتمنى الخير لكل العالم بصورة عامة لكل الإنسانية وما ننسى أنهم بارك لأخواننا المسيحيين نقولهم أعياد رأس سنة يعني يا ربي سعيدة وبما أنه برنامجك يعرض على القناة المصرية والأردنية أيضا والفلسطينية فنقول لأخواننا بالضفة كل عام وتب خير وسنة سعيدة وبالأردن أيضا كل عام وتب خير وما ننسى الجدعان المصريين ونقول لهم سنة سعيدة عليكم ونتمنى الخير لكل الأمة العربية إن شاء الله دائما متاثرين الأغاني المصرية اللي حاب به اللهجة المصرية هي الأقرب إنا يعني على اعتبار أنه السينما المصرية يعني هي دخلة لكل البيوتات العربية وكانت لهجة محببة جدا وأصبحت مفهومة للكل ممكن نستعر منها مفردات الأسهل يا المسلسلات والأغاني اللي دائما تحبيها من الأغاني المصرية للأغاني العربية والله أنا كلش أحب أغاني العندليب عبد الحليم حافظ وأكيد نجاة صغيرة وأسماء كبيرة مثل سيد درويش وأم كلثوم أكيد أغني لهم بس بالبيت هنا ما نقدر نغني يعني لو أني أقدر أضبط اللحن وكذا لا أغني أكيد بس ما أقدر أني أمس هذه الأسماء وأغني آني الأمنيات على الصعيد المهني والشخصي أكيد يعني أتمنى السنة القادمة تكون سنة نجاحات وتحقيق أماني خاصة إن شاء الله والصحة والسلامة والحب للجميع والله يعني نتمنى إن شاء الله أكمل دراسة الماجستير حاليا في السنة البحثية وبعدها الدكتوراه وأكيد نطمح للأفضل في مجال العمل والتوفيق والألق لكل العملين في شبكة الإعلام العراقي وأيضا سنة سعيدة لكل العراقيين وإن شاء الله يا ربي سنة خير وسعادة على جميع العالم طبعا شكرا لكم أنا أخذت من وقتكم أنتم في استعداد البرنامج الصباحي راح أكمل وفقرة الصحافة زميلنا ماهر عدنان أيضا نتابع أمنياته وكل تطلعاته في عام 2023 والمستقبل اللي دائما نتأمل بأن يكون هناك فسحة من الأمل وبقعة من الضوء وخليكم استمردوا يعني زميل ماهر عدنان اللي دائما في فقرة قراءة الصحف المحلية والعالمية والعربية هناك ماشيتات وعناوين مهمة في هذا الخصوص ولكن العام الجديد واستقباله يكون مغاير تماما مساء الخير عليك أستاذ مسائك حبيبي جميل أستاذ أحمد نورتنا في برنامجنا العربي بيت للكل ماهي الأمنيات لكل شعوبنا العربية من خلال شاشة قناة العراقية والقناة المصرية والأردنية والفلسطينية طبعا بالبداية أنا جدا سعيد أن نطل من خلال برنامج بيت للكل والوجوه الجميلة والمحاور الجميلة اللي تأخذها بالبرنامج حقا ممتع بمناسبة العام الجديد أنا أقول ضرورة مراجعة الذات ولملمة الشتات في نفوسنا في بداية كل عام يعتبر هو عيد في العيد نستعيد ما سلبته الأنانية وما هدمه الحزن بعد هذه الحقيقة الكلام الجميل اللي هو بلملمة الشتات ولملمة حقيقة نحن من خلال هذا البرنامج العربي متوحدون بالخطاب بالرؤية بالفكر بالثقافات بالحضارات أمنياتنا على الصعيد العربي ماذا تكون؟ على الصعيد العربي دائما أنا في مجال طبعا الإعلام نحن دائما لمجال الإعلام أرجو من الإعلام العربي بخصوص المجال أن يتطور بأساليب وتقنيات العرض البصري والسرد البصري في الصورة الإخبارية أو على مستوى صورة البرامج كي يضاهي بقية القنوات باعتبار اليوم الجمهور اتجه على وسائل التواصل الاجتماعي وترك الشاشة وحيدة فريدة لذلك الشاشة بحاجة أن ترجع أن تجذب الجمهور من خلال تقنيات حديثة معاصرة ونواكب هذا التطور لو كان هناك عنوان أو ماشية معين تتمنى بأن يكون خلال عام 2023 يتصدر الصحف المحلية والعالمية حقيقة السؤال مداهم هذا بس لنكن أو لنكن أفضل بما أنه هذا عيد واستقبال عام جديد وكل شركانا بالوطن أيضا والوطن العربي نتمنى الأمنيات الواحدة بأن يكون الأمن والسلام حاضرا لبلداننا العربية ويبقى النسيج العربي متماسك أريد نسمع شيء من عندك شعر مقطع أي شيء رح أقول أنا والغروب الثاكلان إذا مررت وكل ما حولي غريب باهت يا قل ما يبقى الحنين إذا تفارق صاحبان وذا حنين كثابت الله صح لسانك ويسلم كل ما قلت بخصوص الاستقبال العام الجديد نتمنى لك التوفيق على صعيد الشخص شكرا جزيلا للجميل حبيبي أحمد أنا أرجو من أطلالتك العربي أن تستمر وشوفك بتألق دائم وتجدد مستمر شكرا لك يا حبيبي زميننا ماهر عدنان حقيقة زملائي كانت هي الأمنيات واحدة من الزملاء الإعلاميين خاصة تكون الترابط والتلاحم بين بلداننا العربية والأمنيات هي واحدة بأن يكون المستقبل أفضل بأن يكون القادم أفضل رغم ما تمر به البلدان في بعض الأحيان من بعض الإخفاقات لكن تبقى الأمان هي واحدة ويبقى العطاء هو واحد ويبقى الاستمرار باستقبال عام جديد يكون أفضل لكل بلداننا العربية وأن تعيش في استقرار وخاصة فلسطين الحبيبة من خلال طلالتنا لشاشتها أيضا بأن نقول هناك شعب يقاتل وهناك شعب يقاتل من أجل تحرير أرض إن شاء الله تكون الأمنيات واحدة بلداننا العربية وأيضا نتفق ونتوحد دائما في القضية الفلسطينية التي هي تكون قضية العرب الكبرى لكم كل الأمنيات الجميلة زملائي في برنامجنا العربي ببيت للكل وأيضا لكم مشاهدين الكرام بأن يكون عام سعيد على حضراتكم